أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إطلاق فعاليات مدينة شباب 2030 التي تنظمها المؤسسة العامة للشباب ورياضة في نسختها الخامسة وجرى الافتتاح بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المجلس أعلى لشباب والرياضة يسعى إلى وضع الاستراتيجيات الشبابية التي تتماشى مع رؤية جلالة الملك المفدة تجاه الشباب وأشار سموه إلى أن مدينة الشباب 2030 في نسختها الخامسة تجمع عددا كبيرا من الشباب البحريني المتميز والذي ستتاح له فرص تدريبية تعينه على الدخول بقوة إلى سوق العمل ومشيرا سموه إلى دعمه الكامل لمدينة الشباب إيمانا بأهمية الشباب ودورهم في صنع القرار مضيفا سموه أن التحدي تدريب الشباب وتأهيلهم هو تحدي كبير ويتوجب علينا جميعا العمل بروح الفريق الواحد والشعور بالمسؤولية والواجب الوطني والعمل المخلص من أجل شباب البحرين وخلال الحفل ألقى سيد هشام الجودر رئيس المؤسسة العامة لشباب والرياضة كلمة عبر فيه عن خالص شكر وتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه المتواصل لقطاع الشباب وقد اجتمل الحفل على أوبيرت يحكي أهمية مدينة الشباب كما تضمن أيضا عرض فيلم يحكي تاريخ المدينة كما تم تكريم الجهة المتعاونة وفي ختام الحفل قام سموه والحضور بجولة في مركز المدينة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاهتمام بهذا القطاع بالذات الحمد لله السنة الخامسة المدينة الشبابية يعني معارضها زادت وزادت امورها وزادوا مشاركينها اليوم فقط افتتاح عندنا شهر امامنا والناس ماشاء الله جايين ومشاركين بيانا لكن الاهم في هذا الموضوع هو التوعية طبعا وتوعية الشباب للمستقبل وتتقيفهم وتجهيزهم للمستقبل وايضا تنبيهم شنه اللي قادم لهم ان شاء الله في الحياة بعد التخرج وانجهزهم ان شاء الله للخدمة في هذا المجتمع انا حبيت اشكر كل من دعم وكل من ساهم في انجاح لهذا المشروع هذه السنة الخامسة ان شاء الله نتوعد الجميع ان شاء الله السنوات المقبلة بعد ان شاء الله نتطور مع كل المواكبات سمو الشيخ ناصر تركز المدينة على اهداف التنمية الاقتصادية 2030 وايضا على تفعيل دور الشباب كيف لمستم هذا على ارض الواقع اللي موجودين هني اليوم الحمد لله شباب جادين في مسألتهم يعني حابين يتعلمون حابين يتثقفون هم جايين عندنا في المدينة مبلد تسلية ولكن فيها تسلية ولكن ايضا فيها منطقة للفرصة فهم قاعدين يستوعبون قد ما يقدرون من المجالات والفرص الموجودة والله يوفقهم ان شاء الله عندما جاءت مدينة الشباب في نسختها الاولى كانت تتطلع بنذرة مستقبلية الى الشباب وكيف يمكن ان تكون مناخا يجذبهم اليها من خلال ما تقدمه من برامج وانشطة ترتقي الى طموحاتهم واهدافهم وفي كل عام عندما كان يزدل الستار عن نهاية الموسم كانت تأتي في العام المقبل بافكار جديدة وبرامج متطورة حتى بات الشباب ينتظرها ليعرفوا ما هو جديدها منتجات مدينة الشباب خلال خمس سنوات الماضية بيّنت لنا مدى قوة مثل هذا البرنامج خاصة لنا مخرجاتها كانت قوية تخرج مجموعة من الشباب اللي اصبحوا مؤهلين انهم يدخلوا سوق العمل اكتسبوا العديد من المهارات اكتسبوا العديد من الخبرات اكتسبوا جميع الامور اللي يحتاجونها على اساس انهم ممكن يشكلون لهم مشروع تجاري فبالفعل رأينا كثير من الشباب بدأوا وفتحوا مشاريع تجارية كل تجاربهم ومعرفتهم كانت مصدرها مدينة الشباب الحمد لله بعد نجاح اربع سنوات من نسخ مدينة الشباب وحصونا على الكثير من الانجازات في هذه الاربع سنوات في النسخة الخامسة في الكثير من البرامج الجديدة تطورت العديد من البرامج الاقبال كبير على المدينة يعني كان اول يوم تسجيل تسعين في المائة من البرامج الملت فهذه دليل الحمد لله نجاحنا كذلك في العديد من الشباب اللي كانوا بداياتهم في المدينة كمتدربين حاليا مساعدين للمدربين فهذه انجازات أيضا ممكن يعني حققناها خلال المدينة الحمد لله وها هي تعود مدينة الشباب من جديد في نسختها الخامسة ليرفع الستار عنها وتعرض ما في جعبتها من أفكار جديدة وبرامج متطورة لتفتح من مدالك الشباب وتؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل مدينة الشباب هالسنة عام 2014 تتكون من أربع مراكز اللي هو المركز الإعلامي ومركز الفنون ومركز العلوم التكنولوجيا ومركز عداد القادة في هذه السنة استحدثنا مجموعة من البرامج الجديدة اللي تواكب الشباب على سبيل المثال برنامج 3D اللي يتبع برنامج الإعلامي برنامج عمل المجسمات للعرائس مثل برامج اللي هو الريبوكس إنشاءه برمجته بالإضافة إلى في مركز عداد القادة استحدثنا برامج اللغات اللي هي لغة الإشارة واللغة الإسبانية نتعلم أشياء فيها أنشطة وايد فيها وايد لجان فيها إعداد القادة فيها الفنون فيها يعني وايد أشياء كلنا نقدر نتعلم منها وغير عن هاي نتعلم منها أكثر من الدراسة لأن الطالب اللي يشترك هنا يقدر يختار الشيء اللي هو يحبه المعنية الشباب طبعا من بدات تقريبا من خمس سنين وهي تأسقل طاقات الشباب يعني الشباب أول ما يخلصون اللي هي المدارس عندهم وقت فراغ ووايد في الصيف فما يعرفون وين يستفيدون فيه من هنا الشباب توافر البرامج اللي تشوف الشاب فيها وين يقدر يعطي المدينة ما تقدمه من برامج وإمكانات تفتح الأبواب على مسرعيها أمام الشباب لاختيار المجال المناسب الذي يتناسب مع مؤهلاتهم ليكون هذا الخيار متناسقا مع ما يحتاجه سوق العمل في المملكة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين